إبداع في الإجرام هكذا يصف سجناء صدنايا تجربتهم داخل السجن الذي يوصف بالمسلخ البشري وأرعب السوريين لعشرات السنين الحدث تنقل شهادات الناجين من أقبيته أنا كنت في منفردات الألف واللي هي تقريبا بتكون أعمق طابق تحت الأرض يعني قضيت فيه أشهر لهذا وحافظ منفرداته وبعرف كل شيء فيه السجن الأحمر هو السجن الأساسي بصدنايا أول شيء بدي أقوله وسمي السجن الأحمر هي بحادثة المجزرة اللي صارت بالألفين وثماني يعني كان مدير السجن اللي هو العميد طلعت محفوظ اللي تم قتله في بداية السورة السورية بعد انتهاء العصيان والمجزرة واللي حدث في طوال حوالي 11 شهر بهذه الفترة كان متهدم السجن فأعاد طلاؤه باللون الأحمر كنوع من تذكير السجناء وهذا الشيء يعني سمعناه نحنا نجتمع معه كسجناء معتقلين ويخطب فينا بعض الأشياء فقال أنا طلبت من الانشاءات العسكري أنه تكون بطلاؤه بالأحمر كذكرى لهذه المجزرة وأنا بتمنى يضل باللون الأحمر لحتى يكون ذكرى لنا كسوريين يعني لبناء هذا المستقبل وبناء هذه الذكرى عننا حتى ما تتكرر بتاريخ سوريا أبداً وما يتكرر الإجرام اللي حدث بصيدنايا من هذا النظام صيدنايا بناء معقد وهو مثل ما معروف عنه هو بناء تصميم ألماني أو مأخوذ من خبراء ألماني وهو تقريباً حوالي عشرين بناء بقلب بناء واحد وهذا يعني صعب شرحه هو الطوابق العليا ثلاث طوابق كل طابق فيه ست أجنحة نحن عم نحكي هون 18 جناح كل جناح من هذه الأجنحة له باب ومدخل ونفق ودرج من مدخل حتى الأسفل حتى الطابق الأسفل فيه كتير تعقيدات هو تصميمه يعني خليني يقول إبداع في الإجرام يعني بهذه القضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر